وحيد القرن الأبيض الجنوبي المعروف أيضا باسم وحيد القرن ذو الشفاه المربعة سارتوثاريم سيمن سيمم هو أحد نوعين فرعيين من وحيد القرن الأبيض موطنه الأصلي الأراضي العشبية والسافانة في جنوب إفريقيا على الرغم من اسمه فإن وحيد القرن الأبيض الجنوبي هو في الواقع لونه بني رمادي وله جلد سميك يشبه الدرع تتخلى له طياته وتجعيد عميقة هذا الحيوان العاشب الضخم هو الأكبر بين أنواع وحيد القرن ويلعب دورا حيويا في نظامه البيئي واحدة من السمات الأكثر لفتا للانتباه لدى وحيد القرن الأبيض الجنوبي هو فمه الكبير المربع الشكلة والذي تم تكيفه للرعي على الأعشاب والنباتات الأخرى الموجودة في موطنه على عكس أبناء عمومتهم وحيد القرن الأسود الذي يمتلك شفة عليا قادرة على الإمساك بشيء للتصفح على أوراق الشجر والفروع فإن وحيد القرن الأبيض الجنوبي لديه شفاه عريضة ومسطحة مصممة لزراعة العشب بالقرب من الأرض وقد سمح هذا التخصص في الرعي لوحيد القرن الأبيض الجنوبي بأن يصبح أكثر أنواع وحيد القرن عددا في العالم وحيد القرن الأبيض الجنوبي هو حيوان اجتماعي وعادة ما يوجد في مجموعات صغيرة تعرف باسم الاستضامات أو القطعان وتتكون من الإناث وذريتهم عادة ما يكون الذكور البالغون أو الثيران منعزلين إلا خلال موسم التكاثر عندما يبحثون عن الإناث للتزاوج غالبا ما تقود أنثى وحيد القرن الأبيض الجنوبي حوادث الاستضام والمعروفة باسم الأم الحاكمة والتي توجه المجموعة بحثا عن الطعام والماء وتوفر الحماية من الحيوانات المفترسة على الرغم من حجمها الهائل وقوتها فإن وحيد القرن الأبيض الجنوبي من الحيوانات العاشبة ويتغذى بشكل أساسي على الأعشاب وكذلك أوراق الشجر والأغصان والنباتات الأخرى لديهم جهاز هضمي بسيط نسبيا ومكيف لمعالجة كميات كبيرة من المواد النباتية الليفية ويمكنهم استهلاك ما يصل إلى ثمانون رطلا من الطعام يوميا يكون وحيد القرن الأبيض الجنوبي أكثر نشاطا خلال الساعات الباردة من اليوم حيث يرعى في الصباح الباكر وفي وقت متأخر بعد الظهر ويستريف في الظل خلال الجزء الأكثر حرارة من اليوم يواجه وحيد القرن الأبيض الجنوبي العديد من التهديدات لبقائه في البرية بما في ذلك فقدان الموائل والصيد الجائر والصراع بين الإنسان والحياة البرية تاريخيا تم استياد هذه الحيوانات الرائعة حتى كادت أن تنقرض من أجل قرونها والتي كانت ذات قيمة كبيرة لاستخدامها في الطب الصيني التقليدي وكرموز للمكانة في بعض الثقافات على الرغم من حظر التجارة الدولية في قرون وحيد القرن منذ عام 1977 إلا أن الصيد الجائر لا يزال يمثل تهديدا كبيرا لمجموعات وحيد القرن الأبيض الجنوبي خاصة في دول مثل جنوب إفريقيا حيث يتم استهدافها بشدة من قبل لصيدين تبذل جهود الحفظ لحماية والحفاظ على مجموعات وحيد القرن الأبيض الجنوبي وموائلها تم إنشاء المتنزهات الوطنية ومحميات الحياة البرية والمناطق المحمية لحماية موائل وحيد القرن الحيوية وتوفير ملجأ لهذه الحيوانات الشهيرة بالإضافة إلى ذلك يتم تنفيذ تدابير مثل دوريات مكافحة الصيد غير المشروع ومشاريع استعادة الموائل ومبادرات الحفظ المجتمعية لمعالجة التهديدات التي تواجه وحيد القرن الأبيض الجنوبي وتعزيز بقائه على المدى الطويل في ييلي بريت اشتركوا في القناة